اكتشف الخفايا التاريخية قصص غامضة من داخل الامبراطورية العثمانية مرحبا بكم من في هذا الفيديو والذي سيأخذنا في رحلة مثيرة إلى عالم الأسرار والخفايا لامبراطورية العثمانية تعتبر الامبراطورية العثمانية واحدة من أكبر وأقدم الامبراطوريات في التاريخ وقد شكلت مركزا للقوة والثقافة والتأثير على مدى قرون طويلة ولكن وراء القصص الشهيرة والأحداث التاريخية المعروفة تكمن العديد من الأسرار الغامضة التي لم تكن تعرفها عن هذه الامبراطورية الرائعة سنقوم في هذا الفيديو بكشف النقاب عن بعض هذه الأسرار منذ أسرار القصور الملاكية وحتى تحالفاتهم السرية مع القوى الأخرى ستتعرف على قصص تاريخية مدهشة وحقائق لم تروى في الكتب التاريخية الرسمية سنرافقكم في رحلة للكشف عن تلك اللحظات الغامضة والأحداث المشوقة التي شكلت تاريخ الامبراطورية العثمانية إذا كنتم مستعدين لاستكشاف أعمق أسرار هذه الامبراطورية الكبيرة ولرؤية الجوانب الخفية للعثمانيين فلنبدأ هذه الرحلة المليئة بالمفاجآت والغمون طوال تاريخها المختلف شهد العالم ظهور امبراطوريات عظيمة متعددة دانت لها دولا عديدة وخضعت لسيطرتها ولم تكن الامبراطورية العثمانية استثناء من هذا السياق إذ امتدت نفوذها في مناطق واسعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بالإضافة إلى توسعها جنوبا لتشمل منطقة شبه الجزيرة العربية تميزت الامبراطورية العثمانية بسيطرتها القوية على ولاياتها المتعددة وقدرتها على قمع الثورات التي نشبت ضدها على مر العصور ومع ذلك كانت لديها أيضا سمات مميزة تميزها عن الامبراطوريات الأخرى خاصة فيما يتعلق بشؤون الحكم والصراعات الداخلية بين أفراد الأسر الحاكمة قتل الأخ لم يمارس السلاطين العثمانيون في البداية ما يعرف بحق البكورة حيث كان الابن يرث كل شيء مما أدى إلى تطلب العديد من الأخوة العرش وأثار ذلك اضطرابا في الدولة في الأيام الأول وعندما حاصر محصر محمد الفاتح القسطنطينية كان عمه يقاتل ضده من داخل المدينة وعامل محمد هذه المشكلة بصرامة بمجرد اعتلائه للعرش أعدم معظم أقاربه من الذكور بما في ذلك أخوه الرضيع الذي قتل شنطل شنقا في سريره وفيما بعد أصدر قانونا يلزم كل سلطان يصعد العرش بقتل جميع أقاربه من الذكور وعلى الرغم من أن معظم العلماء سمحوا بهذا فإن هذا الأمر أثار حزنا عاما في اسطنبول القفص في قصر توبكبي لم تكن سياسة قتل الأخوة معروفة عند العامة أو في أوساط رجال الدين في الإمبراطورية العثمانية بدلا من ذلك بدأ الحكام في التخلي عن هذه السياسة تدريجيا بعد وفاة السلطان سلطان أحمد الأول فجأة في عام 1617 بدلا من ذلك بدأ الورثة المحتملون للعرش بالاحتجاز في قصرة أبو قابي في اسطنبول في غرف مخصصة تعرف بالأقفاص كان حبس السلاطين في هذه الأقفاص يتم برفاهية ولكنه كان حبسا صارما وقد أدى ذلك إلى الملل وفي بعض الأحيان إلى جنون بعض الأمراء في حين أصبح آخرون مدمنين على الكحول عندما يتم إعلان السلطان الجديد في بوابة السعادة لتلقي ولاء الوزراء يكون ذلك غالبا أول مرة يخرج فيها من القفص منذ عقود القصر كان عبارة عن جحيم صامت كانت حياة تبك بي خانقة للغاية حتى بالنسبة للسلاطين ولم يكن مناسبا للسلطان التحدث كثيرا لذا كان هناك لغة إشارة تستخدم والسلطان يقضي معظم وقته محاطا بالصمت التم ومع ذلك وجد مصطفى الأول أن هذا أمرا مستحيلا وحاول تغيير هذا النهج ولكن وزراؤه منعوه من ذلك بسبب هذه الضغوط أصيب بالجنون وعجد على شاطئ البحر البحر يرمي النقود للأسماك ليتم إنفاقها داخل القصر كانت هناك مؤامرات معقدة بين وزراء السلطان والمخصيين والوصيين الذين كانوا يتصرفون كأوصياء على النساء والخدم واكتسبت نساء القصر نفوذا كبيرا خلال هذه الفترة التي عرفت بفترة حريم السلطان التي تستمرت لمدة 130 عاما وكان الترجمان وهو المترجم الرئيسي يتمتع بقوة كبيرة وكان غالبا من أصول يونانية الإعدامات شنقا في الدولة العثمانية كانت السلطة العثمانية تسيطر بشكل كامل على مصائر الأفراد وكان هناك محكمة مروعة في قصر توكبي حيث يتم تجميع الصور كانت ميزة مروعة في هذه المحكمة هي وجود عمودين يعرض عليهم الرؤوس المقطوعة بالإضافة إلى ينبوع خاص يستخدم لغسل أيدي الجلدين كان الجميع يحتشدون في الحرم القضائي الأول وينتظرون بفزع حينما يسمع صوت المدفع الخاص الذي يشير إلى إلقاء جثة في الماء لم يكن لدى العثمانيين فريق خاص من الجلدين بل كانت هذه المهمة غالبا على عاتق الحراس الذين يقضون وقتهم بين القتل وزرع الزهور الجميلة ومع ذلك كان من المحظور إراقة دماء المسؤولين من العائلة المالكة أو ذوي المكانة العالية لذا كانوا يتجهون نحو عقوبة الشن سباق الموت كان هناك طريقة وحيدة للوزير المتهم للهروب من غضب السلطان ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر أصبح من العادة أن يتمكن الوزير المدان من تفادي مصيره عن طريق تحقيق الفوز في سباق في حدائق القصر ضد رئيس الحراس يستدعى المسؤول للاكتماع مع رئيس الحراس وبعد تبادل التحيات يتم تقديم كوب من العصير المجمد للوزير إذا كان الشراب أبيض يتم منح الوزير فرصة للبقاء على قيد الحياة وإذا كان الشراب أحمر فإنه يتعرض للإعدام عندما يرى الوزير الشراب أحمر يبدأ في الركض عبر حدائق القصر يتنقل بين الأشجار والزهور عيون من وراء نوافذ القصر عادة ما تراقبه بانتباه الهدف النهائي للوزير هو الوصول إلى بوابة سوق السمك في الجانب الآخر من القصر إذا وصل الوزير إلى البوابة قبل رئيس الحراس ينفى فقط ومع ذلك لك يكون رئيس الحراس دائما أصغر سنا وأقوى ويكون دائما في انتظار الوزير محملا بحبل حريري ومع ذلك فقد نجح القليل من الوزراء في الفوز في هذا السباق القاتل على الرغم من أن الوزراء الكبار كانوا يحتلون المرتبة الثانية من الناحية النظرية في الهرم الحكومي إلا أنهم كانوا عرضة للإعدام أو ليتم تعريضهم للجماهير ككبش فداء في حالة حدوث أي خطأ وجدت سلطان سليم الأول أن الوزراء الكبار بدأوا في حمل وصيتهم معهم في جميع الأوقات وكان من واجب للوزراء أن يرضو الشعب في اسطنبول عندما يتظاهرون أمام القصر مطالبين بالإعدام عند وقوع أي حادثة ولكن ذلك لا يعني أن الناس كانوا خائفين من اقتحام القصر إذا لم تستجب لمطالبهم ففي عام 1730 قاد بندي أشعث يضع بترون الجموع إلى داخل القصر وتمكنوا من السيطرة على الحكم لعدة أشهر الحريم في الدولة العثمانية ربما كانت أحد أبشع الجوانب في قصر تبكبي هو جناح الحريم الملكي الذي كان يضم أكثر من ألفين امرأة معظمهن تم اختطافهن أو بيعهن كعبيد كانت هذه النساء يتم تقديمهن كزوجات للسلاطين أو خليلات لهم وكانوا معزولين تماما في جناح الحريم كان أمرا مميزا أنه إذا نظر أحد الرجال إلى هذه النساء فإن ذلك يعني الموت الفوري وكان رئيس الخصي السود هو من كان يحكم ويسيطر على هذا المكان وهذا المنصب كان واحدا من أقوى المناصب في الدولة كانت الأوضاع متنوعة في جناح الحريم وقليلة هي المعلومات المتاحة حول ما جرى داخل هذه الجدران قيل أن بعض النساء الخليلات كان من الصعب أن ينظرن إلى السلطان بينما نجحت بعضهن الآخر في الحصول على نفوذ خلال وجود الدولة على سبيل المثال وقع السلطان سليمان القانوني في حب أحد هذه النساء والتي تدعى روكسولانا وقام بالزواج منها وجعلها مستشارته الرئيسية جزية الولد الجيش الانكشاري في الدولة العثمانية كانت هناك صفة ذات سمعة سيئة تعرف بلد شرمت وهي نوع من الجزية كان يفرض على الأطفال الصغار من رعاية دولة المسيحية كانت هذه الجزية تفرض بشكل غير منتظم وفقا لاحتياجات الدولة وكان يتم تجنيد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 سنة من اليونان والبلقان تم استدعاء جميع الأولاد في القرى من قبل للمسؤولين العثمانيين ثم تحققوا من أسمائهم عبر سجلات التعميد في الكنيسة المحلية يتم اختيار الأقوى منهم وقد يتم اختيار طفل واحد من كل 40 عائلة بعد ذلك يتم جمع الأولاد معا ويتوجهون إلى هنا إلى اسطنبول حيث يموت الأضعف على طول الطريق أنشأ العثمانيون وصفا مفصلا لكل طفل حتى يمكن تتبعه إذا حاول الفرار في اسطنبول يخضع الأولاد للختان ويعتنقون الإسلام ثم يتم تدريبهم للانضمام إلى القوات المسلحة بعد ذلك يمكن لهؤلاء الأولاد الطموحين أن يتطلعوا إلى الوصول إلى أعلى المراتب وكان العديد منهم يصبحون باشوات أو وزراء مثل الوزير الكرواتي الشهير سكول محمد محمد الفاتح بقية الأولاد يتم إرسالهم إلى العمل في المزارع لمدة ثماني سنوات حيث يتعلمون اللغة التركية ويكتسبون القوة في العشرينيات من العمر يصبحون رسميا جزءا من الانكشارية وهم جنود جنود من النخبة الإمبراطورية الذين خضعوا لإجراءات تأديب صارمة العبودية على الرغم من أن النظام العثماني أنهى ممارسة الدوشيرمت في القرن السابع عشر إلا أن العبودية بقيت جزءا أساسيا من هذا النظام حتى نهاية القرن التاسع عشر مع مرور الوقت زادت أعداد العبيد القادمين من أفريقيا والققاس بما في ذلك الشركة سخصة وكانت الغارات سببا في تدفق مستمر للعبيد الروس والأوكرانيين والبولنديين على الرغم من أن القانون الإسلامي لا يسمح بعبودية المسلمين إلا أن هذا الحظر كان غالبا ما يتجاهل عند نقص إمدادات العبيد من الغير المسلمين كما أشار الباحث برنارد لويس في كتابه العرق والرق إلى أن نظام العبودية في الإمبراطورية العثمانية تطور بشكل مستقل وكان له خصائص مميزة على سبيل المثال كان من الأسهل بشكل نسبي للعبد العثماني أن يحصل على حريته أو يصبح جزءا من السلطة بعض المدافعين عن النظام العثماني يدعون أن معاملة العبيد البيد والسود كانت أقل عنصرية وهذا للدعاء يتناقص إلى حد ما مع الروايات الحقيقية للأشخاص ذوي الأصول الأفريقية الذين عشوا تحت هذا النظام ومع ذلك لا يمكن إنكار أن العبودية في الإمبراطورية العثمانية كانت نظاما وحشيا ومروعا قتل للملايين من الأشخاص في غارات العبيد والذين عرفوا بالانكشاريين والذين عملوا حتى الموت في الحقول المذابح الجماعية في الواقع كان الإمبراطور العثماني معتدلا إلى حد ما في بعض الأمور بصرف النظر عن نظام الدوشيرمت لم يحاولوا بشكل كبير تغيير ديانة رعاياهم من الأقليات غير المسلمة رحب العثمانيون باليهود بحرارة بعد طردهم من إسبانيا ولم يميز بين رعاياهم الإمبراطورية كانت تدير بشكل عملي بواسطة ألبان ويونانيين ومع ذلك عندما شعر العثمانيون بالتهديد قد يصبحوا عنيفين للغاية على سبيل المثال كان السلطان سليم الأول قلقا بشكل كبير من الشيعة الذين أنكروا سلطته كمدافع عن الإسلام وقد اعتبرهم ممكنين أن يصبحوا عملاء لفارس نتيجة لذلك قاد حملة دموية ضد العلويين ودمر ممتلكاتهم الحروب والتحالفات السرية اتفاقيات مع الدول الأوروبية قامت الإمبراطورية العثمانية بتأسيس اتفاقيات سرية مع الدول الأوروبية الكبر مثل فرنسا وبريطانيا وروسيا تلك الاتفاقيات كانت تتعلق بالحدود والتجارة والتأثير السياسي التحالفات العسكرية السرية تمت الاتفاقيات العسكرية السرية بين العثمانيين والقوى الأخرى لمواجهة تهديدات مشتركة على سبيل المثال كانت هناك تحالفات سرية مع دول أوروبية لمساعدة العثمانيين في الحروب التحالفات الدينية قامت الإمبراطورية العثمانية بتكوين تحالفات سرية مع أمير المسلمين السنة أو مع القادة الشيعة لتحقيق أهداف دينية أو سياسية تحالفات مع الأقوى قد تمكنت العثمانيين في بعض الأحيان من تكوين تحالفات سرية مع الدول أو القوى الأقوى لضمان دعمهم والبقاء في السلطة اتفاقيات تجارية واقتصادية أجرت الإمبراطورية العثمانية اتفاقيات سرية مع دول وجهات تجارية أخرى لضمان تدفق السلع والثروات بشكل سلس وسري التحالفات السرية مع القبائل والقادة المحليين لضمان استقرار المناطق الحدودية والقبائل قامت العثمانيين بتشكيل تحالفات سرية مع القادة المحليين ورؤساء القبائل في هذا الفيديو كنا برحلة ممتعة ومثيرة في عالم الإمبراطورية العثمانية وكشفنا العديد من الخفايا التاريخية والقصص الغامضة التي تميزت بها هذه الإمبراطورية العريقة نجحت الإمبراطورية العثمانية في ترك أثر كبير في تاريخ العالم ومع ذلك لا تزال هناك العديد من الأسرار والأحداث التي تحمل قصصا غامضة تستحق الاستكشاف نذكر دائما أن فهم تاريخ الإمبراطورية العثمانية يعزز فهمنا للتاريخ العالمي بشكل أعام ويمكن أن يساعدنا على تعزيز التفاهم بين الثقافات المختلفة إنها تذكير بأهمية البحث عن الحقائق والتعمق في دراستنا للتاريخ سنستمر في استكشاف مثل هذه القصص الرائعة والغامضة في مستقبل الفيديوهات إذا كنتم مهتمين بالمزيد من الأسرار والقصص التاريخية فلا تتردد في الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتكون أول من يتعرف على محتوانا القادم شكرا لكم على المشاهدة والمشاركة معنا في هذه الرحلة التاريخية